يا خير اللي في العادة في الميز والمداني على وزال الوادة حباب العداني نرحب بكم ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله جئتم في جامعة الشيخ الخديم شاء مالبانب وشاهدتم ما شاهدتم ما ملاحظتكم وما ملاحظتكم حول ما رأيتم في الجامعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه كلمة مبغوث الأظهر الشريف بطوبة وهذه البعثة الأزهرية التي شرفت اليوم أنحضرت هذا الدرس الطيب واستمتعنا جيدا ورأينا روحنيات طيبة عالية الإيمان وهذا إن دل فإنما يدل على عمق الإيمان الذي هنا منذ سنوات والبعثة الأزهرية في الأظهر الشريف هذه تعتبر أكبر بعثة على مستوى العالم ونحن جئنا لنشارك إخواننا في هذا العرص اليوم هذا العرص العلمي وهذا التصوف الذي وجدنا روحنياته قد دلت علينا اليوم نحن عشنا مع أهل طوبة منذ أربعة أشهر ونصف تقريبا أو بالضبط أربعة أشهر ونصف رأينا منهم إيمانا عالي رأينا منهم روحنيات عالية إذا أقيمت الصلاة أو أذن للصلاة كل يترك ما في يده ثم يذهب للقاء الله عز وجل ويستعد للوقوف بين يدى الله عز وجل نحن في هذه الأيام أيام رمضان نذهب إلى المساجد فنجد بفضل الله عز وجل المساجد كلها يعني تقرأ أكثر من جزء في الليلة الواحدة هذا إن مدلة فإنما يدل على علو الإيمان ويدل على رسوخ الإسلام في هذا البلد الذي نسأل الله عز وجل أن يمتد منها الإسلام إلى ربوع غرب إفريقيا جميعا وإلى العالم أجمع ونحن نسعد حينما نرى المسلمين يكثرون وتتسع الرقعة الإسلامية ويزيد عدد الإسلام والمسلمين لأن هذه يعني كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم تناكح تكاثر تكسر تكسر بكم الأمم يوم القيامة أو قال في رواية تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة فنحن جميعا نسعد بهذا الإيمان الذي نعيشه وكأننا نعيش في مصر فحينما نرى يعني هذا المسجد يصلي بجزء وهذا المسجد يصلي بجزء وهذا المسجد ندعى فيه إلى إلقاء كلمة وهذا المسجد ندعى فيه إلى سماع كلمة وهذا نحضر بالأمس كنا نحضر تخريج أول جامعة يعني هنا في طوبة جامعة إسلامية ويتكلمون عن الإسلام ورسوخ الإسلام والله إننا لنسعد بهذه اللقاءات ونرجو أن تتكرر ونرجو أن نشارككم هذا الأمر والله عز وجل وليو التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته لنسعد به بديك ونرجو أن ندعى في مرسsa ندعى فيها فيه كتب وضفحة أو سنة نحن جميعاً وشعرناً لأن الشيء يجب أن يكون مرحلة وإنسان ما يكون تتحرك وإنما أنه يتجاري الله وإنما أنه يتعيقى وإنما يكون لهؤلاء السلام اذا كنت اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة